السمنة في بريطانيا عائق أكتر من التدخين يقولون أن هناك تسعة وثلاثة من عشرة مليون مواطن بريطانيا عاطل عن العمل بسبب السمنة أو يعتقدون أن السمنة تمثل عائقاً أمامه لدرجة أن الخدمات الصحية في بريطانيا بتصرف سنوياً بسبب أمراض السمنة 11 مليار جنيه استرليني من أبوه 65 11 مليار استرليني انعكاسها على بريطانيا أكتر من انعكاسات وأثار وأمراض التدخين ليه ده؟ فقد أعلن وزير الصحة البريطاني بأنه حيتم إعطاء العاملين عن العمل حقاً إنقاص الوزن بموجب خطط الحكومة لإعادتهم إلى سوق لا ده كده دعاية الدواء يعني مش لازم ده اللي حيدوه لأن شركة ليلي وزير الصحة أو صحيفة التليجراف قالت إن في استثمارات بقيمة 280 مليون جنيه استرليني من شركة ليلي أكبر شركة أدوية في العالم عشان تطور أدوية جديدة وطرق لتقديم العلاج يعني الدولة هتصرف عشان تؤهل ناس لظروف صحية لا احترامها ولا تقدرها دور لازم تقوم بيه إن احنا نساعد هؤلاء إنهم يرجعوا الوزنهم بدون عمليات زي العمليات اللي عندنا بتتعمل عمال على بطال دي الإجراء العمليات دي بره صعب جداً ومش سهل إن أي حد لا ياخد الحقن اللي احنا بناخدها عشوائي هنا كل واحد يروح رايح شار الحقنة بـ 20 ألف جنيه علشان ياخدها في شهر ويفضل يستمر عليها ده عشوائيات ده لازم تحت إشراف طبي لأن لها أثار جانبية قد تكون مدمرة عند الربع في بريطانيا ما بيسمحوش أنا مش بتكلم عن الحقن دي يا جماعة خالص أنا بتكلم عن أي حقن أو أدوية لها علاقة بالتخسيس يجب أن تكون تحت إشراف طبي كامل وكذلك العمليات بريطانيا أيقانت إنك تحافظ على صحة المواطن وتوفر له بيئة سليمة حيشتغل وهيوفر ليه فلوس كدير ترجمة نانسي قنقر